موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير إن شاء الله في الجزء الأول من هذه الحلقة النجم الكبير كابتن محمد حشيش نجم مصر والنادي الأهلي السابق وكلام هام جدا فيما يخص مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة وماذا سيحدث في مباراة غدا إن شاء الله أما في الفقرة الثانية الأستاذ محمد أبو علي والأستاذ أيمن جيلبرتو في ديوفة البيت الكبير طبعا تفرجنا على مباراة الأهلي واستمتعنا بمباراة الأهلي وبيراميدز الحقيقة اللي أقيمت مساء الجمعة وزي ما حضراتكم عارفين السبت ما كناش بنطلع لحد الحقيقة ظروف خاصة منعتني من التواجد ولكن النهاردة أنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة يوم الجمعة الأهلي كسب بيراميدز 3-2 مباراة حلوة لما تيجي تتفرج على مباراة الأهلي وبيراميدز تلاقي المباراة مباراة حلوة مباراة وجهت نظر أنه كان نجمها الأول محمد مجدي أفشة قدر يسجل هدف فوز رائع في الديئة 85 يمكن هادي الديئة اللي بيشتهر بها الحقيقة مجدي أفشة خلال الفترات اللي فاتت وبالقاضية لو تفتكروا يوم 27-11-2021 على ما أتذكر معرفش المزبوط ولا لأ لكن ده اللي أنا متذكره فمحمد مجدي أفشة دايماً دايماً بيلعب في الديئة 85 وبيعرف يحرز أهدافي هذه الدقيقة عشان كده حضراتكم تقدروا تعرفوا قيمة أن يكون عندك لعيب بحجم محمد مجدي أفشة مباراة كانت حلوة قوية مثيرة في معظم أحدثها ولكن دايماً ما بحب أتكلم عن القمة قمة مصر هادلوقتي ما تيجي تتكلم عن القمة هتقول أهلي وبيرامدز ولكن وجهة نظري أنه الدربي الأهم والأقوى والأفضل وعلى مر التاريخ أهلي وزمالك أهلي وزمالك هو ده وجهة نظري أنا حفضل أقول هذه الكلمة مهما كانت الظروف سلام عليك سامرة جون حلو بصراحة الواحد وهو قاعد بيتفرج على الجون مستمتع يعني وإحنا قاعدين كنا قاعدين مجموعة كبيرة جداً كان في وسطنا شوية ما بيشجعوش الأهلي الحقيقة ولكن قد إيه كانوا زعلانين جداً 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 أن محمد مجدي أفشة جاب الجون ده والله يا بجد أنا كنت قاعد عمل أعمل لهم كده لما مجدي أفشة جاب الجون ده عادت أعمل لهم كده وكلمت أفشة بعد الماتش عشان أبريك له فيعني لأن الحاجات اللي احنا بنشوفها دي يا جماعة دي كورة وأقدر لهم كده قلتلوا ما جماعة دي كورة قدم في الآخر بيرامدز لعب ماتش جيد جداً يستحقوا التحية على أداءهم لمباراة جيدة شغالين مع النادي الأهلي في الدوري حتى الآن ولكن النادي الأهلي بمجموعة اللاعبين اللي فيه بمجموعة الإدارة اللي فيه بمجموعة الجهاز الفني اللي موجود فيه الحياة ومن نفقهم إدارة لكورة القدم تستحق كل الاحترام وكل التحية خلال الفترة اللي فاتت هذا الجيل من اللاعبين يستحق كل التحية لأنهم عاملين أفضل حاجة في الدنيا الحياة عاملين وقضين كل البطولات يعني يمكن هذا الجيل يقترب من الجيل السابق زي ما الجيل السابق يقترب من الجيل اللي قابله ولو قعدنا نقول كده حنرجع ل1907 وبدايات النادي الأهلي البطولات اللي بيأخذها دايما النادي الأهلي هي أجيال وراء بعض وأجيال بتسلم أجيال هي دي أو هي دي قيمة النادي الأهلي دائما مفيش مانع محدش بيفضل في مكانه يا جماعة ومحدش بيفضل موجود سنة واثنين وثلاثة واربعة ممكن جدا الناس تمشي وييجي ناس تانية ولكن يظل دائما حب النادي الأهلي في القلوب احنا الجيل اللي قدامنا ده بيحبوا النادي الأهلي مش بيحبوا النادي الأهلي عشان بيلعبوا فيه ولا فيه حد ممكن حضراتكم تتخيلوا ان هو بيحب النادي الأهلي عشان بيشتغل هنا ولا هنا يعني اللي بيشتغل في النادي ما هو ان كل ناس بتحب النادي الأهلي حتى الناس اللي بتشتغل في القناة ما هم بيحبوا النادي الأهلي طب مش يوم القناة ما هم بيحبوا النادي الأهلي برضو الدنيا رايحة وجاية الدنيا بتروح وتيجي فانا عشان كده دايما بقول هذه الكلمة كلمة مهمة جدا 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 يا جماعة احنا بنحب النادي الأهلي وبنشجع النادي الأهلي مش عشان شغالين فيه ابدا ولكن احنا بنحب النادي الأهلي عشان بنحبه منحب النادي الأهلي هذه هي القصة كاملة فالجيل اللي قدامنا ده جيل محترم جيل رائع جيل ليستحق كل التحية وكل التقدير مهما عمله ان شاء الله ربنا يكرمنا السنة دي من الواضح ان الامور مشى بشكل جيد جدا جدا علشان النادي الأهلي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نستطيع ان نفوز بهذا الدوري لو الجيل ده خد الدوري اعتقد ان الجيل ده يستحق كل التحية وكل التقدير الحقيقة يعني اربع سنوات من وقت الكورونا وحتى الان كل حاجة الحمد لله والشكر لله باستثناء طبعا بعض البطولات اللي في النص ولكن الحمد لله جيل محترم جيل وراء جمهور هو الاقوى والاهم والافضل في تاريخنا كلنا الحمد لله والشكر لله انا عصرت جمهور النادي الأهلي وانا في الملعب وشفت لما المدرجات بتبقى مليانة فبشوف ان الجمهور ده دايما له الصوت الاعلى والصوت الاقوى دائما في كل بطولات النادي الأهلي طيب هل معنى كل الكلام اللي انا بقوله ده ومكسبنا لبيرامدز هذا المكسب الجيد يعني وانت قاعد بتتفرج على الماتش وتشوف ان النادي الأهلي كسب تتبقى مبسوط النادي الأهلي كسب لانه هو الافضل مش النادي الأهلي كسب صدفة لا النادي الأهلي كسب لانه هو النادي الافضل طيب هل ده معنى ان احنا حسابنا الدوري لا الدوري لم يحسن الكلام ده انا قلته قبل المباراة سواء كسبنا او لقدر الله تعادلنا او اتغلبنا اي نتيجة لن تحسم مباراة النادي الأهلي او الدوري للنادي الأهلي مواجهات مهمة وقوية الفترة اللي جاي والبداية هتكون من مباراة بكرة امام مودرن سبورت مباراة قوية جدا ولا تقل قوة ولا اهمية عن مواجهة بيرامدز فريقين كبار بيرامدز او انا اسف مودرن سبورت عنده عدة عناصر متميزة خصوصا في المناطق الهجومية بيمتلك مدرب كبير بحجم كابتن طلعة يوسف والحقيقة بيحقق نتائج جيدة جدا مع فريق مودرن سبورت وعلى المستوى الفني عاملين طفرة كبيرة جدا جدا مع كابتن طلعة يوسف كل الاوراق مكشوفة معروف للجميع النادي الأهلي معروف للجميع كيف يلعب النادي الأهلي معروف لمستر كولر كيف يلعب مودرن سبورت طريقة اللعب اللي بيلعب بها اي فريق من الاتنين معروفة لكل المديرين الفنيين أهداف والدوافع بين الفريقين قوية جدا الأهلي عايز يواصل الزحف نحو الصدارة ومواصلة متاردة بيرامدز والوصول الى صدارة الدوري مودرن سبورت عايز يأمن موقفه من التواجد في المربع الدهبي طبعا في ظل المنافسة الشديدة جدا على التواجد في المربع الدهبي عنده عناصر مميزة مزيج من العناصر الشابة هنا بتكلم عن مودرن سبورت مزيج من العناصر الشابة وعناصر الخبرة أتمنى أن يكون تقم التحكيم على مستوى المباراة وما يكونش فيه أي هفوات وأنا دايما بقول هذا الكلام أديكو شفته مستوى التحكيم الأسباني عامل إزاي لكن في نهاية يقولك إيه هو حكم أجنبي لا ينظر للأهلي ولا ينظر لبيرامدز فعندنا مباراة صعبة هذه المباراة لن تتحمل أي أخطاء سواء للأهلي أو لمودرن سبورت أنا هنا بتكلم عن الفريقين مش على الأهلي فقط لازم يجب أن يكون هناك عدالة تحكيمية متبقة على كل الفرق والأفضل فنين هو اللي يحسن من المواجهة يمكن للناس كانت مسترياحة في بيرامدز وفي الأهلي علشان مباراة لأهلي وبيرامدز كانت بحكام أجانب على الرغم من الأخطاء الكبيرة جدا اللي حدست في هذه المباراة وأهمها هدف بيرامدز التالي ولكن ما حدش خباله كل الناس قالت لك آه ويلا والتحكيم ما سمعناش مثلا نادي لأهلي اعترض ما سمعناش نادي بيرامدز اعترض ولا كابتن هاني طلع اتكلم لا قالك حكام أجانب مش هو ده اللي الناس عايزاه لو احنا عندنا طاقم تحكيم او كل الحكام في مصر على دماغنا من فوق لكن انا انا بتكلم عن المستوى الفني يجب ان يكون المستوى الفني خلال المرحلة القادمة قدامنا شهر ونص تقريبا المرحلة اللي جاية يجب ان يكون فيها المستوى الفني مستوى الفني للحكام مستوى جاية هتنزل الفرق ثلاث فرق هينزله وفريق هياخد الدورة فحرام يا جماعة وفي ثلاث فرق بتنافس على المربع الده فخلي بالكم من ليقتكم البدنية خلي بالكم من قراراتكم اللي بتاخدوها جوه المستوى اللي اخضر اتمنى ان يكون طاقم التحكيم لسه طاقم التحكيم ما نزلش يا شباب مش كده لسه لما ينزل حنقوله لحضراتكم لو نزل في الوقت اللي احنا موجودين فيه فالنهاردة الفريق استأنف تدريباته بالمناسبة